وإلى فعاليات مهرجان رابطة شباب الصوفية بشات ضمن سلسلة مهرجانها الأسبوعي بزاوية الشيخ نجيب سنوسي أحمد إحياءاً للمدائح النبوية بحضور نائب رئيس المجلس العلى للشؤون الإسلامية آدم حنفي مواصلة للمهرجان الأسبوعي التي تنظمه رابطة الشباب الصوفية بتشاد قد وصل دقافلة المهرجان إلى زاوية الشيخ نجيب سنوسي أحمد وذلك بهدف إحياء ليلة المهرجان فيها بمدائح نبوية تحيي قلوب السامعين والمحبين لمدح المصطفى صلوات الله عليه حيث شهدت مناسبة هذا المهرجان تقدم وصايا وإشادات من قبل العارفين بهذه الطريقة تحس أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم على التمسك بها وخاصة الشباب من جانبه نائب رئيس مشخة الطريقة التجانية والمرشد العام للطريقة التجانية بجمهورية شاد الشيخ محمد القائل خاليل عمر قد تحدث عن فضل هذه الطريقة التجانية مشيرا إلى أن الاهتمام بها هو واجب رباني الطريقة الأحمدية جاءت تعلمنا كيف نخدم هذا الدين كيف نعمل لهذا الإسلام هذه الطريقة الأحمدية جاءت لتنفض الغبار عن طريق الصحابة رضوان الله عليه وطريق السلف الصالح حتى نتحقق بما تحققوا به من الصدق واليقين وما أصبق مقالة الشيخ رضي الله عنه في جواهر المعاني في تفسير هذه الآية من سورة الواقعة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين بدوره الشيخ نجيب سانوسي أحمد يعد من أبرز قائدات الطريقة التجانية لذا قد منحته رابطة الشباب الصوفية بتشاد شهادة تقديرية بناء على اهتمامه بهذه الطريقة ترجمة نانسي قنقر